بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبرك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته واستكمالا لدرس الأمس عن القواعد الفقهية التي تضمنها النظم المعروف للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله والذي شرحه وعلق عليه تلميذه النجيب رحمه الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله لنا ولكم ولهما ولجميع المسلمين فأقول وبالله التوفيق القواعد الفقهية هي أحكام في غالبها حكم شرعي عملي أغلبي وعلى ذلك فلها استمداد فهي تستمد من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة من آثار الصحابة ومما جرى على ألسنتهم رضي الله عنهم وكذلك مما جرى على ألسنت العلماء فأما الكتاب والسنة فأدل كما هو معلوم وأما آثار الصحابة في ترجع إلى مسألة مذهب الصحابي أو قول الصحابي وهو حج كما هو معلوم وليس المراد هنا من حيث الاستمداد والاستدلال وإنما المراد أن العلماء تأثروا بمنهج الكتاب والسنة وبمنهج الصحابة أي باللغة العربية واللغة العربية من فنونها الإيجاز والاختصار مقابل الإطناب والبسط فمن فنون اللغة العربية الإيجاز الإيجاز في اللفظ والاختصار في اللفظ مع التوسع في المعنى والشمول والعموم في الدلالة فلما كانت النصوص نصوص الكتاب والسنة والنصوص التي جرت وأقوال الصحابة آثار التي جرت على أسنتهم رضي الله عنهم لما كانت كذلك باللسان العربي وبالفن اللغوي العربي ومنه الإيجاز والاختصار في الألفاظ وفي الحروف مع البسط في المعاني والدلالات تأثر العلماء بهذا الأسلوب وبهذا المنهج فصاغوا القواعد الفقهية على هذا المنوال على هذا المنهاج تأثرا بأسلوب الكتاب والسنة وبأسلوب أقوال الصحابة بأسلوب الصحابة في استعمالاتهم القولية وكذلك من بعدهم من العلماء بل إن العرب في لغتها وفي تراثها من الشعر والنظم والنثر وجد هذا الأسلوب في حياتهم اللغوية والأدبية والفكرية والثقافية والشعرية والنثرية فعرفوا بهذا الأسلوب أسلوب الإيجاز في اللفظ والاختصار فيه مع السعف المعنى والشمول في الدلالة وأما الاستمداد الذي هو بمعنى الاستدلال فسأتكلم عنه إن شاء الله لاحقا بإذن الله جل وعلا فإذا ما استعرضنا آيات من كتاب الله جل وعلا وجدنا هذا الأسلوب في كتاب الله وكذلك السنة فمن خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم يقول اللفظ المختصر الموجز في حروفه يسهل حفظه وضبطه ونقله وروايته كما نرى في سنته صلى الله عليه وسلم والمرد هنا سنة القولية وكذلك في كتاب الله جل وعلا فوجدنا العلماء يسهل عليهم رواية هذه العلفاظ المختصرة ويسهل عليهم الاستدلال بها وحفظها وضبطها وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ولهذا إذا روا بعضهم بعض الصحابة حديثا طويلا فتجده يشير إلى أنه ربما نسي لفظا وربما نقل لفظا بمعناها ونحو ذلك وهذا أمر معلوم ومبسوط في موضعه من كتب مصطلح الحديث وكذلك في كتب أصول الفقه وأكثر الأحاديث مختصرة اللفظ ولكنها بليغة في المعنى ولكنها بليغة في المعنى شاملة في الدلالة مستوعبة في الأحكام ونأتي الآن نعرض أمثلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلننظر إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ظرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ظرة شرا يرى انظر لهذه الجملة المختصرة لهذه يسمونها الآية الجامعة الفاذة الشاملة حتى روية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ونقول ليس عندنا إلا كتاب الله واستعرض هذه الآية وذكرها لشمولها وعمومها للدلالات وللألفاظ منزان عظيم قاعدة كالية مستقرة مستمرة منطبقة على جميع جزئيتها لا يتخلف عنها جزء كل عمل ابن آدم داخل في هذه أقواله وأفعاله وتصرفاته واعتقاداته وأعمال جوارحه كلها داخل في هذه الآية فمن يعمل مثقال ضرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ضرة شرا يرى ولهذا يروا أن أعرابيا تلاها وقال كفتني أو تلاها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كفتني وكان يأتي بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لي قولا يقول قل لي قولا لا أسأل بعدك أحدا عنه قال قل آمنت بالله ثم استقم قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت انظر لهذه الجملة القليلة اللفظ الواسعة المعنى الغزيرة في الدلالة الشاملة في الأحكام وفي التصرفات وفي الأحوال والأقوال والأفعال والاعتقادات هكذا الآية السابقة فمن يعمل مثقال ظرات خيرا يرى ومن يعمل مثقال ظرات شرا يرى هكذا قول الله تعالى فاستقم كما أمرت وهكذا قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعرف فانظر إلى هذه الآيات وكثير مثلها القرآن المكي هذا هو الغالب عليه من صفاته في الأسلوب الاختصار في الأنفاض الإجاز في الحروف لكن الشمول في المعاني والاستدلال وغزارة الأحكام والدلالات واستيعاب المتطلبات والمكتضيات بخلافة جملة من القرآن المدني ففيها بسط وفيها إطناب وفيها تفصيل وهذا كله أسلوب عربي عظيم ورفيع إسان عربي مبين الإجاز في موضعه والإطناب في موضعه فلما عايش العلماء نصوص الكتاب والسنة ونصوص الصحابة أقوالهم التي جرت على ألسنتهم وهم عن العلماء درسوا اللسان العربي المبين لسان الشريعة فإن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما هو معلوم في الحديث فلما عايش العلماء هذا الأسلوب وهذا المنهج تأثروا به فصاغوا القواعد الفقهية وغيرها من الفنون كالقواعد الأصولية قواعد النحوية وكقواعد مصطلح الحديث وغير ذلك ليسهل حفظها وضبطها ولتضبط الفروع المنتشرة هذا من فوائد دراسة علم القواعد وربما أذكره لاحقاً بشيء من التفصيل أعني فوائد دراسة القواعد ولهذا يوصى طلبة العلم بدراسة القواعد طلاب العلم يوصون بدراسة القواعد فنون القواعد علم القواعد قواعد الفقه قواعد الأصول قواعد اللغة قواعد النحو قواعد التفسير قواعد مصطلح الحديث سواء كانت نثراً أم كانت نظماً والنظم أيضاً أيسر فهو أيضاً أيسر في الحفظ وفي الضبط وفي الإتقان ولهذا العلم عنوا بالنثرة وبالنظم عنوا بالمتونة الصغيرة عنوا بطلابهم فألفوا لهم متوناً صغيرة قليلة الألفاظ لكنها حاوية في المعاني شاملة في الدلالات ضابطة في الأحكام ضابطة في الجزئيات ضابطة للجزئيات فمن ضبط القاعدة فقد ضبط الجزئيات تعلمه الدربة الدربة على الاستيعاب وعلى الضبط ضبط الجزئيات المنتشرة وعلى الاستحضار استحضارها وعلى استحضارها وكذلك القياس على القياس وإلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والمثيل بالمثيل هذا كله من فوائد قواعد الفقه ومن فوائد قواعد الأصول من فوائد علوم فنون القواعد على وجه الجملة فالقاعدة كالوعاء القاعدة كالوعاء كالحبل الضابط الذي يضبط جملة من المتاع فيسهل حفظه ويسهل ضبطه ويسهل حفظه ويسهل استحضاره واستيعابه وحمله ونقله وحفظه وضبطه وروايته ونقله إلى آخره هذه من فوائد فنون القواعد ولا ينبغي أن يهمل طالب العلم هذا الفن ولا سيما من رام النظر والاجتهاد والاستيعاب والقياس وإلحاق الشبيه بالشبيه وعلم النظائر وعلم الجمع وعلم الفرق هذا كله من وسائل الاجتهاد ومن طرائق الاجتهاد ومن شروط الاجتهاد من شروط الترجيح والاجتهاد واسع اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد واجتهاد مذهب واجتهاد في مذهب اجتهاد مسألة اجتهاد تخريج اجتهاد نقل إلى آخره فإذا لما عايش العلماء أساليب القرآن والسنة وأقوال الصحابة وعايشوا أساليب اللغة العربية التفتوا إلى صياغة علم الفقه في قواعد يسهل حفظه وضبطه وانتشاره لأن الفقه جزئيات متناثرة كما تعلمون في كتب الفقه تبدأ بباب الطهارة أبواب الطهارة كتاب الطهارة وتنتهي بأواخر الكتب المعهودة التي ترد في الفقه في الفقه العبادات وفي الفقه المعاملات وفيه حكام الأسرة النكاح ومتعلقاته يعرف بالأحوال الشخصية في هذا العصر ولا مشاحة في الاصطلاح هذا فهم المقصود لكن ينبغي لطلاب العلم أن يجمعوا بين المصطلحات المعاصرة وبين اصطلاحات العلماء المتقدمة حتى لا تنقطع صلتهم بالقديم ولا تنقطع صلتهم بالحديث عن الأمور الحديثة الألفاظ الحديثة الألفاظ المصطلحات الحديثة مع المصطلحات القديمة الفقه يبنى بعضه على بعض وحياة الناس يبنى بعضه على بعض الحياة المعاصرة هي امتداد لما سبق وجسر لما سيأتي عليها فلا انقطع لا ينبغي لطالب العلم أن ينقطع لا في علمه ولا في عمله ولا في دراسته ولا في المصطلحات ولا في فهمه للواقع ولا في فهمه لشريعته ولتراث الفقه وما خلفه علماء المسلمين سوى في الفقه سوى في التفسير سوى في الحديث سوى في أصول الفقه سوى في اللغة سوى في التاريخ سوى في غير ذلك من الفنون وهكذا كان علماؤنا يبنون على ما سبقهم ويضيفون إليه ويقدمون للأجيال اللاحقة ينقلون من السابق إلى حالهم إلى اللاحق إلى حاضرهم إلى اللاحق هذا هو الفقه هذا هو العلم هذه هي العناية هذا هو الذي ينبغي أن يكون فصاغوا القواعد الفقهية وقد تفاوت العلماء في صياغتها فبعضهم توسع في الصياغة واستطرد في الألفاظ وأطال في ألفاظ القواعد مثل ابن رجب رحمه الله ومثل بعض المالكية بعض القواعد في قواعد المقري في قواعد الخطاب ليس الخطاب الشافعي البستي وإنما الخطاب المالكي فروق القرافي في بعضها الصياغة طويلة لكن الفروق قد يعذر وقد يفهم مقصوده لأنه يأتي بصياغة قاعدتين وربما احتاج إلى التوضيح والتفسير في العنوان وإن كان ينبغي أن يكون التوضيح والتفسير في الشرح وليس في العنوان وأما الكتب وهكذا أيضا في كتب الشافعية في كتاب تأسيس النظر للدبوس الحنفي في بعضها إطالة في الصياقة وإن كان المشهور في قواعد الشافعية وفي قواعد المالكية وكذا قواعد الحنفية أشباه والنظائر لابن رجب أعفوا الأشباه والنظائر لابن نجيم ابن نجيم الحنفي والأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي والسيوط الشافعي ولابن السبك الشافعي والمجموعة المذهب في قواعد المذهب للعلاي الشافعي وقواعد الزركشي المنثور في القواعد للزركشي وقواعد المقر المالكي المقري من مقرة ليس المقري لا المقري نسبة إلى مقرة بلد في المغرب أغلب صياغة هذه القواعد ماشية مع الأسلوب المعروف في القواعد لأن مما يميز القواعد في صياغتها أن تكون جملاً قليلة وحروفاً قليلة مع الغزارة في المعنى والشمول في الاستيعاب في الدلالة كقولهم مثلاً الأمور بمقاصدها هذه القاعدة يرجع إليها ثلاثة أربع الفقر كما قال بعضهم وربما أكثر وقال بعضهم تدخل في سبعين بابا وقال بعضهم يرجع إليها ثلثاء الفقر هذا كله مبسوط في كتب قواعد الفقر منها الأشباه والنظائر السيوطي والأشباه والنظائر لابن النجيم وغيرهم مثلاً قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه ترجع إليها قواعد واسعة كثيرة قواعد الخمس قواعد شبهة كلية فروعها لا تكاد تحصر ولا تنحصر لا تكاد تنحصر تدخل في معظم أبواب الفقر ومثل قاعدة العادة محكمة فإن العرف والعادة يرجع إليهما كل ما أطلقه الشرع كل ما أطلقه الشرع في الكتاب والسنة ولا قيد له لا من الكتاب ولا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة العربية فإن قيده في العرف ولهذا أطلق الله جل وعلا بعض الأحكام وردها إلى العرف خذوا العرف وأمر بالعرف وأرض عن الجاهلين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجة خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن بنت عتبة رضي الله عنها لما سألت عن النفقة قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف قال الله جل وعلا لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه هكذا القبض وهكذا الحرز وهكذا البر وأخفض لهم جناح ذول من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربيانا صغيرة وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا فكل ما كان من الإحسان عرفا سواء كان من القول أم كان من الفعل أم كان من التصرفات أم كان من أحوال الوجه ونحو ذلك كلها تدخل في الإحسان وما كان قبيحا في العرف فإنه ضد الإحسان وهكذا فالمراد أن القواعد الخمس صياغتها على ضبط القواعد الألفاظ قليلة والمعاني شاملة ومستغرقة والمعاني شاملة ومستوعبة ومستغرقة قولهم مثلاً المشقة تجريب التسير هذه ترجع إلى هذه القاعدة أسباب التخفيف في الشريعة أسباب الرخص السفر المرض الرق الأنوثة العجز كذا سواء كان حسياً أم كان معنوياً كل الرخص في الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة قاعدة الضرورة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال أيضاً كذلك فالمقصود أن العلماء تأثروا بأسلوب الكتاب والسنة في السنة مثلاً حديث لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث أحد الأربعين النووية من جوامع الكلم ولهذا العلماء عنوا بالأربعين النووية شوف انظر لحديث لجملة إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنية الخراج بالضمان البيانة على المدعي واليمين على من أنكر لا ضرر ولا ضرار هذه كلها أحاديث من جوامع الكلم جامعة في المعاني سوعبة في الدلالات وفي الأحكام واللفظة مختصر صغير قليل الحروف يسهل حفظه ويسهل ضبطه ويسهل نقله وتسهل روايته تسهل روايته ويسهل حفظه ويسهل نقله إلى آخره ولهذا لما جاء الطوفي رحمهم الله جميعا أبو الربيع نجم الدين الطوفي سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي الحنبلي لما جاء يشرح الأربعين النووية لما وصل إلى هذا الحديث أفرده بكتاب مستقل أفرده بكتاب مستقل وهكذا بن رجب حافظ بن رجب الحنبلي شرح الأربعين النووية في كتاب مستقل جامع بيان العلم وفضله فالمراد أن هذا أسلوب العلمة في القواعد الفقهية وباعتبار أنها أحكام عملية شرعية أغلبية فهي متعلقة بالفقه في غالبها وليست متعلقة بأصول الفقه وهذا من الفوارق بينها وبين قواعد أصول الفقه فالقواعد الفقهية أحكام والقواعد الأصولية أدلة أو قل قواعد الفقهية متعلقة بالأحكام القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة قواعد الأصولية تصلح للاستدلال وللاستنبال والقواعد الفقهية وخاصة غير الخمس قد لا تصلح لأنها حكم هي بنفسها حكم والحكم يحتاج إلى دليل فالأحكام الشرعية الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية المكتسبة من أدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ومن الفوارق بين قواعد الفقه وأصول الفقه أن أصول الفقه سابقة في الوجود على قواعد الفقه فلو رتبنا لقلنا أصول الفقه أولا لأن الأصل هو الأول والفقه ثمر للأصل الفقه ثمر للأدلة المكتسبة من أدلتها التفصيلية الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية فهي ثمار ناتجة ومستثمرة من الأدلة والأدلة أصول إذن الأصل أولا الدليل أولا الثمار ثانيا القواعد الفقهية كالأوعية فلما تأتي الأصول وتنبت وتكبر وتأتي الثمار وتقطف الثمار تحتاج إلى وعاء القواعد الفقهية أوعية أوعية للفروع الفقهية الوعى يساعد في حفظ الثمرة المنتشرة فإن قيل إذا كانت القواعد الفقهية وخاصة غير الخمس لا تصلح للإستنباط ولا للتخريج عليها ولا للإستلال بها فما فائدتها قلنا تضبط الفروع وتجمعها في نظام واحد وفي سلك واحد يسهل استحضارها ويسهل حفظها ويسهل ضبطها ويعرف بواسطتها الشبيه بإلحاق الشبيه بالشبيه وهي من باب الاستقراء والاستقراء فقهي وأصولي وكل له ثمرته كل له فائدته وكل له غايته وكل له أهميته هذه جملة من الفوارق بين أصول الفقه وبين قواعد الفقه ويبقى الفوارق أو الفروق بين قواعد الفقه وبين الضوابط الفقهية هذه موضوعها واحد وهو الفقه بخلاف وصول القواعد الوصولية في موضوع وصول الفقه والقواعد الفقه في موضوعها الفقه والقواعد الوصولية متعلقة بالأدلة والقواعد الفقه متعلقة بالأحكام والقواعد الوصولية كلية تطبيقية من طبقة كلية من طبقة قضية كلية من طبقة القاعدة الوصولية مثل الأمر للوجوب على القول بأن الأمر المطلق للوجوب ومثل النهي للتحريم هذه قاعدة ما تنخرم ولا تنكسر ولا يشد عنها شاذ وهكذا إذا قيل مثلا الأمر بعد الحضرة للإباحة على أحد الأقوال يعني فقولهم قولهم الأمر للوجوب هذا منطبق كلي فإذا القاعدة الوصولية كلية منطبقة والقاعدة الفقهية أكثرية أغلبية فلو قلت مثلا المشقة تجلب التيسير لو وجدت فرعا أو فروعا تخرج عنها لو قلت مثلا اليقين لا يزول بالشك لو وجدت فرعا أو فرعين أو ثلاثة تخرج عنها ويكون لخروج الفرع من القاعدة سبب فمثلا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك قد يتعارض الأصل والظاهر قد يتعارض الأصل والظاهر فقد يعدل عن الأصل ويحكم بالظاهر قد يعدل عن الأصل ويحكم بالظاهر فمثلا فمثلا لو تنازع الزوجان على متاع البيت فقد يعدل عن الأصل إلى الظاهر إلى الظاهر فيلحق ما عرف وعلم أنه من خواص النساء بالمرأة ويلحق ما علم أنه من خواص الرجال بالرجل لو مثلا اشتكت امرأة زوجها بعد عشرة سنة سنتين ثلاث أكثر إلى آخره وقالت إنه من يوم أن تزوج بها من يوم أن تزوجها فهو عاجز عنها فالأصل معها وهو عدم الوطأ لأن الوطأ وصف عارض الأصل عدمه لكن كونها تعيش معه عشر سنين أو خمس سنين أو نحو ذلك فالظاهر أنها لا تصبر هذه المدة إذا كان ما تقوله صحيحا فيحكم بالظاهر ما لم تأتي بدليل قوي ما لم تأتي بدليل قوي غير مجرد الدعوة غير مجرد الدعوة المستندة إلى الأصل وهو العدم لأن من القواعد المقررة أن الأصل في الأمور العارضة العدم الأصل في الأمور العارضة العدم والوطأ عارض والوطأ عارض فيخرج بعض الأحيان فرع من القاعدة لمقتضن معين لمقتضن معين لسبب معين وهذا لا يضر بالقواعد الخامسة خاصة ولا يضر بكونها تصلح أدلة فإن القواعد الخامس مستندة إلى أصول إلى نصوص كثيرة فكأنه يستدل بالنص فإن قيل فما فائدة القاعدة الفقهية مع وجود النص ما فائدة نقول المشقة تجلب التجسير مع قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومع قول الله وما جعل عليكم في ديني من حرج قلنا هذه نصوص إما جزئية وإما بعضها عام ولكن قد تكون متعددة ومتنوعة فاستخلصت فاستخلص منها المعنى المشترك استخلص منها المعنى المشترك الذي صاغه الفقهاء في قولهم المشقة تجلب التيسير قاعدة مثلا الأمور بمقاصدها استخلصت من النصوص الدالة على وجوب الإخلاص وعلى أن الأعمال مرتبطة بالنيات متعلقة بها ومناطة بالقلوب وفائدتها أنها ركزت على معنى المشترك بخلاف النصوص الجزئية التي قد ترد كل نصوص يرد فيه جزء فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة قاعدة كلية أو أكثرية أغلبية في الحقوق في الطهاء في العبادات في المعاملات في الحقوق والجزاءات في براءة الذمة في الأقارير الإقرار يعني في الوصايا في النذور في الأوقاف في غيرها يعني شاملة لأبواب الفقه نجد أن أدلتها أن أدلتها نصوصا جزئية مثل حديث إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة أو قال ثلاثا أم ثمتين فليبني على الأقل أنا أروي الحديث بالمعنى الآن وليس باللفظ يراجع الحديث في مظنتي في بابي في أبواب الصلاة وهو حديث صحيح وهكذا حديثا إذا أشكل على أحدكم بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أكثر الفقهة استدل لهذه القاعدة بهذه الحديثين معنى فيه نصوص في الكتاب والسنة في مثل الأصلة براءة الذمة ومثل نصوص الدالة على الإباحة على أن الأصل في الأشياء الإباحة وعلى أن الأصلة في الأشياء الطهارة وعلى أن الأصلة في الأشياء الإباحة والحل فهذه كلها تندرج في هذه القاعدة لكن تجد أن النصوص جزئية متفرقة ومتعددة ومتنوعة فتجد الفقهة أخذوا المعنى المشترك لهذه النصوص وصاغوه في هذه القاعدة الصياغة الجميلة القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني الغزيرة الدلالات فقالوا اليقين لا يزولوا بالشك نقف عند هذا القدر في هذا الدرس ونستكمل إن شاء الله في دروس لاحقة وأسأل الله جل وعلا لي ولكم ولي جميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد صلى الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا ومجتمعنا وجميع المسلمين لكل خير ولكل بر صلى الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمون للحرمين الشريفين ولي غيرهما من بيوت الله جل وعلا وللعلم والعلمة ولطلاب العلم وللبلاد والعباد ثم شكر موصول لمعالي أستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس شؤون الحرم المكي والحرم المدني ولإخوانه العاملين معه في هذا الحقل والمشرفين على هذه الدورة والشكر لكم أيضا أيها الإخوة الطلاب نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب ولهم لجميع المسلمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا